اشتركوا في القناة التي نرجو لكم معها احلى وامتع الاوقات الى جينيليك الحسن اذا مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحصة الجديدة من سبور تيفي نحب في البداية الرحب بسيد موراد بلاكحل رئيس الشبيبة الرياضية القيروانية اللي شرفنا ليلة بالحضور سيموراد مرحبا بيك مرحبا بيك تحية لك وكل فريق البرنامج في الجهة المقابلة رحب بعلم من اعلام كرة القدم التونسية اللاعب الدولي السابق للمستقبل ريضي بالمرسا والترجل ريضي التونسي وفرق اخرى كما برونشفايك الالماني وغيرها علامة مميزة في تاريخ الكرة التونسية محمد علي المحجوب مرحبا بيك مرحبا بيك نشكركم على الاستيذافة بيها ونسلم على لخيان ان شاء الله نعملوا معتها الميسيون الثية نعملوا جو فيها وكونوا كريتيك بيها مرحبا بيك سبيك أعضاء فريق ونبدأ بترحيب بالصحبي بكر صحبي كيف الحال مرحبا بيك توفيق مساء الخير مساء الخير تحية لسيد المشاهدين مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك محمد علي المحجوب خالد إن شاء الله عن هذه وسهرية حلو ونحب نقول كليمة بارك قبل ما نتعاملوا على ربي برشا ناس فهمونا بالغالد كمشينا عملنا تحقيق في القيروان مساجية خاصة ليانا جايكم بربي اذبحوا سيموراد بلاكحل لا يقولوا لهم يا ناس رأي ماياش مجز رادية رأوا بلاتون نتعاملوا بحياة دية مع ناس كل سيموراد بلاكحل إذا عملوا حاجة باهية بشنقولوا له بارك الله وفيك وإذا فما انتقاد ننقضوه ننقضوه في إتار من التربية والاحترام والأخلاق من نخرجوش على الموضوع صد التوفيق أنا دخلت مباشرة في صميم الموضوع صد الورج على الموضوع مقدمة قبل المقدمة جمال دي الإمام مرحبا بيك مرحبا يا توفيق مرحبا بالضيوف محمد علي وسيموراد وخالد جمعات الكيب الكل إن شاء الله أنا عندي وسهرية حلوة إن شاء الله أستاذ كمال بن الخليل مرحبا بيك مرحبا يا توفيق مرحبا wireta fascinating محمد علي مرحبا بيك مويش مويش جوف خالد صاحبي إن شاء الله صحرية طيبة سي خالد بن سيسي مرحبا مرحبا Filta how it will is محمد علي المحجوب يقول الحرس المصري الشهير أحمد شبير تذكرك الربعية في شبك شبير محمد علي كانت ديما مقابلات مع مصر ديما تعدى به حتى لتوا معنا ديما ترقى ماتشويت بهين نرجع لتالي معنا عملنا ماتشويت بهين مركينا بونت برشا بونتويت ترجعني للتاريخ معنا قلت لي مصر نفكر الأربع بونت سجلت وزوزها ديب في الزهب وزوزها ديب حتى انو كيسألوه قالولوش كون أخطر مهاجم ريتو في حياتك خلوه محمد علي محجوب هم يقولش محجوبي يقول محبوبي محبوبي محمد علي محمد علي ماتينة محمد علي معاش موجوجين برشا في تونس خاصة مدافع ويرعب محفر وسط ميدان معناها تشوف انت الهداف ممكن محمد علي قريب العشرين بونتو هداف اللي هو أنا تكون أنا مماركيت هومش معناها حاجة حاجة كبيرة برشا في التاريخ الكورية التومسية هو ورث حاجة على عمر رجبالي يا رب يطول في عمره وشاء الله سيعمر ورث عليه هكال التصويب من بعيد هكالمخالفات معناها الخاصية اللي كان يتميز بها عمر رجبالي كيما في الشبيب القيروانية مراد العقبي معناها اللي زاد أتميز بناها كمدافع كان يسجل فيه أهداف حاسمان محمد علي ستان جوار بوليفالوم تجي متلعبه في أي مكان ويتأقلم فيه ساعة في الفريق ذاك هم حاجة اللعبية هذو ما اليوم في الوقت هذي تلقى ملعبية تلقاه يلعب بوست برك محمد علي يلعب معناها لي بوست كله معناها من الريال وستيران ويسجل برشا هدافه أنا بكري نحكي على مسيرتك ولو بإجازة محمد علي قلت المستقبري ذي بالمرسى والترجري ذي تونسي وكاس ربيت الأبطال في نسختها الأقديمة 94 مع المدر الفوزي البنزرتي وتجربة كذلك في برانشفايك الألماني في برانشفايك عملت ثلاثة سنين بعد رجعت للترجري ذي تونسي واليوم محمد علي شنو يعمل والله توا قاعد ندرب عندي توا محسوب من 2009 قاعد ندرب في المستقبري ذي بالمرسى في صنف معتها الأوسط الحمدول الله معتها إن شاء الله واحد يلقى فرصته في حاجة مخير معتها بالتأكيد ثم نجم نقول بالنسبة للملاعبية الدوليين خاصة لسامي اللي خلت أثر في تاريخ الكورة التونسية سيخالد لابد أنه نستثمروا خبرتهم كمدربين بعد تجربة طويلة وهذا أمر مهم بالنسبة لمحمد علي في مدرسة تولولة في المستقبري ذي بالمرسى من مدرب في الشبان إن شاء الله في وقت ما نلقاوك في الأكابر وعليش لا؟ أنا مهم جدا في تونس عنا مشكلة اللي جون دي ما نعطيهم مدربين ما هم مش معروفين ملعبوا شكورة ما عندهم مش زاد كنسمع محمد علي إيراني في اللي جون شايف يفرح راو يعطيهم عني سور لمحمد علي بش يعطي البلوس اسمه تاريخه ومكانته الاعتبارية تعطي إضافة سيخالد ملوخ را حكينا على اللي جون ماذا بينا بتي سالير وويراني بتبون يعني الميزانية تعال الرئيس تتحكم فيه لكن عطيت لك زعب أقول احنا ماذا بينا هنا فينستي في اللي جون يعني نجيبوا الميور زنترونير باش نخلصوا مليح باش في اللي جمعية ذيك تطلع رابحة تطلع رابحة وليادة ويوني سور باش يتعلموا على اقول احنا دي جوار وزنترونير فريمان بروفسيونيل باك نحكيه دون كوليس محمد علي قتله ما ميامكش لورزتات سيفري سفي بليزير باش تربح ميز صغيرات يجبنا نعلمهم لا بيسيد تعال الكورة وسفي بليزير باش ومحمد علي في المرسل وشالله نشوفوا دوتر انسين جوار ديبلومي وقاعدين يدربوا في اللي جون انشالله نتمنىولو التوفيق نتعديه للبوتولة وبتبيعة الحال المقدمة الولانية باش تكون هذي السور من الكلاسيكو ومن ديربي العاصمة تعرفوا نهاية الاسبوع نهار سبت في سفيقس قمة بين الندر ذي سفيقسي والنجم رديسيحلي ونهار لحد في رادس اللي قل القطب التقليدي بين الترجي والافريقي نمشيوا مع هذي السور ثم نعود للتعليق على جولة البوتولة اذا سور اولى بالنسبة لمباراة ملعب طيب المهيري في سفيقس بين الندر ذي سفيقسي والنجم رديسيحلي مباراة انذكر وفات بالتعادل واحد واحد قادها الحكم سليم بالخواس قبل ما نحكي كذلك على دربي العاصمة بين الترجي والندي الافريقي نبدأ مع سي خالد بن سيسي فيما يخص لقاء النجم رديسيحلي والندي رديس فيقسي مباراة ممكن فنياً ما أوفاتش بوعودها بعكس ما كان منتظرا صحيح ما كان بو داخلت فعل الحسابات خوية توفيق خاصة أنني منجر بنجر من السيحلي لاحظنا اللي عنديري يمشي باش ما يخسرش يعني بصراحة اني شفت يعني جمرة السيحلي عنده اللي كلتي كل ما حطوا الكورلات ويزن أكسيليري يعني في الريتم القاور واحم يزن كريد يزوكازيون يعني لعب بحسابات قولك من أرباحش ما نخسرش قاري حسابه في الدو ماتش روتار يقولك حتى لو كان الإسانسيال السيسيس ما تهربش عليها برشا وكان ربح الدو ماتش متاعي النجم وقتها نفوتها يعني حسينا فم حسابات حتى من الدكارات دي جوار بعض المقابلة يقولك احنا المفيد ما اخسرناش بصراحة استغربت تاني من الدكارات ودوما الخاطر اني سيني فولا جوار يعني في جماعية كبيرة الاسبري يجب يدخل به ويدخل بشي ربح ممكن الإحساس في كونه المقابلة ما زالت ما هيش مؤثرة معناها يعني الحوار ما هوش حاسم ما زال فما بلايوف هو احنا ما زلنا في البداية لكن الحسابات والذي يعني موجودة ما زلنا في البداية لكن حاسبينا حتى جوارات يقولك احنا من ربحوش ما يخصوش وقت اللي ما تشويت الكبار يعني يعني تلعبهم تلعبهم يعني للربح تلعب يعني من أجل الفوز نجمع رسيح لكيف كيف الاسبري هذاك ملقينش تترى الاسبري دخلت بشي تلعب خلقت ديزوكازيو مالفينيش ما كانش موجود يعني لمسة لاخر الكونترول الزيت في الديزويمتر ومشوفناش برشا اذي كان كنتي سي اساس جاتهم من ضربة جازاء وقت اللي تصبفها غازي عبدالرزاق يعني سجلوا الهدف هذاك لكن مشوفناش برشا فرص مع عادة بتترتوزيع عن طلح الناشي واللعب اللي جنبي للعب يعني المواجم يعني أون بوينت أفون سنتر نورمال مو كان بلمسة برك يعني هي كورة في 7-8 أمتار من البلبول كان نجم لبسة برك يسجلها مالورزمون يعني ماستغلش الفرصة هذه لكن شوفنا على هاجمة معاكسة من نجمة رسيح يوريك الكاليتين موجودة وعطوا مامو اللي توال تخليه لإسباس نجم تسجلك شوفنا يعني كونتراتاك متاع اللي توال يهيب كيش خرج عنده دو سوليسيون لعب على يمين وعنده أكوستا على يسار يعطاه الأكوستا بالرغم اللي هو يعني موجود في جهة اليسرى لكن بلمسة برك بصراحة نقول برافو لديو أكوستا جاء وقته دفعنا عليه قلنا حتى ديو أكوستا موجود في أحسن حالاته راوي نجم يسجلك الهدف سجل الهدف بصراحة بعد فترة طويلة بنصية معناة تهديف معناها بالنسبة لأكوستا وتعرف الانتقادات اللي تعرض لها اللعب هذي ومع ذلك معناها نجم وقوله الهدف اللي سجله في شباك النادي رادي اسفاقسي ممكن ينجم يكون نقطة نتلاق جديدة للملاعب إن شاء الله شوفناه حتى بعد الهدف توفيق ما كل فرحش برشا يعني مرجال مرجعش في الاسبري متاع حس بروح وقالي بتاتر حتى سيبري اي تاكون راوي يجي فترة ما يسجلش لكن وقت يجم يلقى صوتين مع صحابه مع الممرن حسناه بعد ما سجل الهدف ما فرحش برشا واني تمنيت حتى يسجل الهدف آخر اللي هو يعني ومو خاطر أنا فانسون تروا نتاكون تناقض صورة الاولى احتجاج من لاعبين نجم رضي الساحلي على المساعد الثاني اللي اعلن على ضربة الجزاء وضربة الجزاء كانت بشهادة الناس كل صحيحة معناها الحكم سليم بالاخواص معناها قراره كان في بلاسته كانت ثم احتجاجات ممكن مبالغ فيها شوية من لاعبين نجم رضي الساحلي فيما بعد شفنا صورة اخرى سيخالد وقت اللي عليها المرزوقي تعرض الاصابة في منطقة جزاء النجم رضي الساحلي يصاب على ما يبدو كانت تختيرها شوية الناس كل جريت له يعني بلاعبية النجم رضي الساحلي قبل لما لعبية النجم رضي الساحلي مشاوا بش يطمنوا على زميلهم معناها شوف هالمعادلة الصعيبة هذية كيفاش النجم ونفكوا رموزها يعني بين احتجاجات ممكن ما كانش عندها مبرر من جانب لاعبين نجم رضي الساحلي وعلى ضربة جزاء الناس كل شافتها صحيحة وبين موقف اللي بالحق نسميوه موقف رياضي صميم معناها لاعب من الفريق المنافسي تعرض الاصابة قبل ما يوصلوا له زملاء ووصلوا له ملاعبية النجم الفير بلاي موجود بصراحة ديما بين جامعات الكل يعني خاصة نتوى اللي دربية هذومة والماتشوات الكبارة هذومة بصراحة ديما أكشوفه يعني الدربية متاع الكليوب لأسبيرانس يعني مناوشات صغيرة لكن عند الحدود انتاحة كيف كيف يعني ما السياسيس وماتش يعني اللي توال لس بري انتو لجوار موجود لكن بتاتر في الضربة الجازية هما ما قبلوهاش من جدتوش يعني تشوفه في الأوروب الاربيتو دي سونتر برفوها ما زافرش في وقتها بريين دو سيجوند يرجع خاطر كلمو في اللوري اللي اللي فضمه مثلا فوت في اللجم اللي زوروبيا يقبلوها نحن نمش بتعودين اللي سليم بالخواس في وقتها ما زافرش تضربة الجازية وبعد كلك سونتراجع ويمشي البونت ويعني عن ضربة الجازية يشكون علمنا على نقول برافو برافو للمساعد هنا وقتها الملاعبية ملاعبية ملاعبية ما هومشي متحضرين نفسانين لشي هاي يقول جدتوش يعني عن ضربة الجازية سيك يكلك شوز يعني وقت الهي بصراحة المرزوخ يجو كرواء والحناشي عاتي بضار ما رحناشي مفماش حتى دونجي وبيوت يعني إذي كان فما خلط عبدالرزاق تحمل مسؤوليته جوار عاتي بضار نورما تقالي شوية تربح دو تروا سجون ثماش ميجي كرونفور ممتاع أمبرتونير يفو كل الكورة مغير حتى ريسك فما نقول وحنا الجبدان من الميو ضربة جزاكات مول وضربة مول وإذن يتقبل الدكسيزيون تحكم دربي العاصمة جمال دي الإمام ترجي ونادي الأفريقي ترجي تعادل ثالث على التوالي ونادي الأفريقي تعادل بعد هزيمة ضد الملعب القابسي فاعتقادك الدربي أوفى بوعوده إلى لعب والله هو الدربي معناها ما فيش كشفت معناها فما مفاجئات كبيرة عندما في الدربي خاصة تراجي رياضي يبدأ بداية قوة بقوة كبيرة يرشة سجل على بكري سجل على بكري في أربع دقائق وقال ثلاثة دقائق نقل ثلاثة دقائق ثلاثة دقائق وخذي المباراة يعني فاجأ نادي الأفريقي وخذي المباراة في يده وحكمه في وسط الميدان نادي الأفريقي ما تخل في المباراة كان بعد ما سجل الهدف تعادل تقريبا أول وصول للمناطق بالشريفية كانوا مع دقيقة تسعتاش موعد الهدف شاهدنا برشا فورس شاهدنا تألقات الحراس الزوز شاهدنا غلطات بداية دفاع تراجي رياضي تونسي وخاصة معناها النادي الأفريقي بعد ما سجل الهدف كان يجمي يوفل شاوط الولاني فايز معناها ممكن بزوز ولتاله هدف لكن بعد شاوط الثاني ممكن تراجع شوية على مستوى الواحد واخذي التراجي رياضي واخذي الامور كل في يده وكمل المباراة كأنه النادي الفريقي اللي هو معناها يساعد والتعادل ما مشيش قدام كل ما مشي قدام النادي الافريقي ولقاء برشا مشيك ممكن قيس معناها عطاها منصاع في الشوية الثانية وخر لتالي خطر أنا نتصور كان استغلوا نقطة الضعف عن نادي التراجي الرياضي في الشوطة الثانية اللي هي محور دفاع كان يجمي باقت وكانوا يجمو أنا نشكر زوز حراس اللي كانوا في المستوى كبيرياس لو لا بالمستوى لو لا بنشريفية كان تجم تكون نتيجة للصالح التراجي أو النادي الفريقي كيكون ننتجة عريضة فضل صاحب سمحني سوفيقيا نحب نرجع من زاوية أخرى زاوية تحكيمية أنا سمعت أخويا خالد يحكي عن التحكيم حسيتوا كلنا في زمنه بالعكس أنا سنين بالأخويا شفتوا خارج الموضوع برشة أخطاها فاتحة فما ضرب الجزائل النجم الساحلي قبل ضرب الجز السفاق ثلاثة ملاعبية المريط الورق الحمر الرطف عليهم الضو اللي هو رامي الجريدي والبلبولي ولله محمد رسول الله وغازي عبد الرزاق وزياد بغتا الزادة لكن الحكم ما دايق نكون واضحين قام بمهز الكبيرة في درب جمس بعد نعف واشصار والاحتجاجات متاع جرجيس على مردود والمشبوه في مباراة اتحاد بن جردان وبعد مردود ومشبوه مردود ومشبوه فك الشفرة وقعطينا انتي متهن علي وما تزني لابحث هبتوا فكوه الشفرة ثم اتهمات للحكم ذا في جل انحاز لاتحاد بن جردان نصرة لرئيس الجامعة مقابل الحق الضرر بتلاجي الجريس هذا الجريس الكل يحكيو فيه خلن نخرج من الموضوع ذا كيفاش ملاعبية حكم التارض اتهمات من نوع ذا الناس يستنى دعوته امام لاجنة المتابعة باش يسمعوه باش يبرر موقفه باش يتجمد له ناشاته باش يترطحه تعطيه الكلاسيكو كدو انا ايجي نخل لك السيدة ذا انا حسيته عنده عضوية في المجلس نواب الشعب عنده حصانة خاصة ليه بالحق عنده حصانة خاصة ومسنود الحكمة ذا مهما باش يعمل كوير وبرشة جمعيات مزال باش يحسب معا خطر قوية في الحساب هو برشة فهمتني انا نتمنى اذا كان ومزنك كما قال انتي عندك انت التوفيق مزننا مبديناش في الصحيح البلايوف مزال مبداش مزال ومزال ومزال حاشيكو ومزال المهازل التحكمية ومزال العنف وستيراء ان شاء الله رب يكذب اقوالي ايما صحب سمحني قص عليك نتصور انا في المبارات اذا كان مستوي طيب بتاع تحكيم انا نحك يجي اقول لك تحكيم تحكيم تحكي على تحكي على تحكي على تحكي على نزارات نية رأوا انا انا شفش ايجي اقول لك فهم مبرش يخل نية ما نحاسبوها القديم هاشو وصل لهو بشيخ كلاسيكو يا ساحبي ممكن بش نعطي الكلمة لمحمد علي المحجوب انا قلت اذا كان نحبه المرحلة بلايوف دورا ديفا اللي يستاهل تيتر يهزوا والله غالب والله ما يسعفوش حال باش يتيح يتيح يلزم تعينات يلزم تعينات ويزينة معناها تقول صاحبي اندي موجودة الحسابات من توا مزل بكري خنرجع لدربي يا ساحبي من توا وتوا تشوف ولايام بنات ان شاء الله ربي تول عمارة ونذكره في البلاتوية وبعد مش نجيك على وليدي جريدي اللي قادم مباراة الدربي محمد علي يذروا لي الترجي والنادي الافريقي وكأنهم كانوا رضين بواحد واحد معناها نتيجة التعادل زوس خرجوا فرحانين والله زوس فرحانين كما قال جمال الحاجة اللي شفتها في الدربي اذي بقوا الاسبرانس عملت تجب تقول 6 مينوت بهين مركات البونتو ومن بعد تحس النادي الافريقي تبدل معناها كمبلتمن لأن الافريقي مش بتعامل تحس في البلاعبية معناها اغريسيف يمشي للكورة يفق فما روح اكثر كما قال جمال وزيد حاجوها قيس العقوب يعرف كيفاش يوقف فرجاني وصسمه معناها طلع خليل وشعليني معناها خلّ الشعليني مايلعبش وخلّ فرجاني مايلعبش سيدي جاء معناها مركات الكلوب واخرة عرفت كميش تلعب قلقت الاسبرانس كما قلت لك لعبه اغريسيف برشا في الدول اخذوه اخذوه برشا كور بوض دزيمة الاسبرانس دورة كورة واخرة التالي لعبت الكلوب بلوك با الاسبرانس دورة كورة مليح كما قال جمال معتها دو غاردين عملوا ماتش كبير خاصة فاروق جرديام ندل افريقي كان ممتاز هو منع ندل افريقي بالنسبة للمقابلة كانت متعادلة المتدرب قايس العقوب بالنسبة لنا نعطيه الفوز تقول تاكتيك مور بحو الماتش عرف كميش يلعب عرف كميش يوقف البي بتاع الاسبرانس خاصة الشعليني الشعليني قاعد يمر بفترة بايا الماتش الدربي شوفنا ممشيش كما العادة انا حاجة باركة نحب نقولها فرحان برشا المستوى متاع خليفة اللي رجع مستوى كبير عمل المباراة كبيرة برشا مردود ممتاز قبل ايامات مقابلة ليبيا في ارسالية بايا مباراة كبيرة برشا فرجاني سيسي خاصة اللاعب الظاهير ايامات التراجل يدي المباراة انا عنده مستقبل كبير محمد علي شكو اللي رباح نقطة وشكو اللي خسر نقطين في الدربي المستفيد في المباراة اللي ندي الفريقي مستفيد لما حاجة على السابر الخليفة السابر الخليفة عمنا ونشوف نحن يلعب في الكولوار السنة هو لا يلعب القدام مع تلعب بلد 442 سيدي جا بي مع خاطر على الجنب نجي مستفيد سابر الخليفة ميعمل شهر دونجي دونك ولا كي يلعب القدام ينجم مع ونصحاب حاجة مهمة زاد بلي طفيق اللي ندي الفريقي ولا الوصل الميدان متاع ولا مليان يعني كتشوف انتي الغندري تشوف كتشوف كتشوف جهور الغندي تبركالل علي عمل المباراة كبيرة ياسر معناها يحسب معناها الولايد اذا هتنزل صغير عمر واحد وعشرين سنين تخرج تغال تو كان مليان وسط الميدان تاع النادي الفريقي مليه بالقدار عطي برشة توازن توازن كبير ياسر اذا اهم حاجة قلت وانتي على مباراة تونس وليبي وتواصل مع الصحبي على التحكيم تجو معناها انتي قلت الحاكم كان به في الكلاسيكو وليه ما كانش به تعدى كطي ثم تلاف ورق حمر ما عطاهمش يقال وهذا في الكواليس تعرف في اوساط التحكيمية تسئل بالخواس عليش ما عطاش الورقة خطرك في الورقة ممكن جميل يحتي على مسا تحكيم عمين التدي انا نوافق تحسن لا فاهمك انو يفق في حاجة وما تخلش بالحسن اما ما كانش في نهار كما الملاعب وكان ما جيتش عنده الجرأة وما جيتش عنده المعنى البرسوناليتين متاعه كان يجي ضربة جزاء كان يجي ما يسمعوش بعد ضربة جزاء سمحني صاحبي الجرأ سمحني بعد ضربة الجزاء جرأ خانته تهجم لاعبين نجم الساحلي على المساعد البلبولي شفتوا وش عمل مع لتاكوم متاع متاع سياسيس تحت انظر وهو صحيح تصويرك تعاودت يلي تيا سانك متر ومش متعاودين نحنا بلبولي اخلاق عالية وتربية هذا اللي حابيتم نقوله انا سألوه بالخواس بعض في الاوساط التحكمية قالهم البلبولي حارس لول متاع المنتخب وماتش ليبي قالهم للمورال ما حابيتش نعطيه ورقة حمرة في علاقة بمقبلة المنتخب الوطني هذا اعتراف ضمن من البلبولي الميريت ورقة حمرة بعد ذلك متر وطورج اخذ كلمة ما فماش عنده مصلحة المنتخب على روسنا وعيننا لكن فما قانون الميريت حمرة ايخو حمرة هو اذا كان ثم انتقاد يا ساحبي اذا كان ثم انتقاد يا جمال اذا كان ثم انتقاد السلوك حرس النجم والمنتخب الوطني وقايد المنتخب الوطني ايمن البلبولي اذا كان وقع نقده على خاطر البلبولي ديما الصورة متاعه ايجابية لانه ديما يعطي في مثال ايجابي ممكن المرة هذه نقول لانه خروج عن نص مؤقته برا لانه لانه البلبولي اكبر من انه يعمل يخرج سبحان الله لعبوا الكورة ويعرفوا ساعاتك في لحظات الواحد ممكن ينجم اما الصورة الحقيقية الايمن البلبولي الرصانة الهدوم وهذي كممكن الخصال اللي خلاته يكون قايد فريق في النجم وفي المنتخب معنا موش بالسهل بيشكون قايد فريق هذي عملها كان على التوقع اقبل كان قايد فريق في النجم وقايد فريق في المنتخب الوطني جماعيات اخرين من نجم ويتغشف عليك لا لا بالعكس شكري واعر جدا من انسيه قايد منه ومنه تواصلا مع التحكيم سمحني بش كامل كلمة بركة الناس كل شكرة الحكم متاع الدربي انا الرأي اللي حكم الدربي صحيح مع انتا خرج الماتش متاع ولكن ثم بعض الاخطاء اللي ارتكبها واللي كانت نحمد وربي انها ما عملتش ما كانش عندها تأثير اما تخيل انت لو كانت تراجي رياضي من هنا بش نحكي مالورزمون مع الاسف الاخطاء زوز كان والصالح تراجي رياضي مش بش نحكي عليهم خطر نيكولوبيوس مش نحكي عليهم خطر صارو صارح تراجي لا لا نعرف لا ما والناس تقولك لا لبس الكاسكات مانيش لابس الكاسكات الخطأ لولاني ايهاب المباركي كانت عنده حمرة على صابر خليفة مع تهلوش ثم صفرة في ال 45 مينوت على الكلوار من غديك على التوش وقعد يحكي هو صابر كان شفته وقت يخرجين يحكي خطر كان ضربة كبيرة ومن بعد عاودها الايهاب باكثر عنف هذه مع انت تخيل انت لو كان تراجي خرج ترابحة بش يكون عندها لحاجة الثانية الاقصام تاع المدرب قيس العقوبي انا شخصيا الراه كان زيت لا لا سمحني سمحني خنتكلم ومبعد قولي لا تفعل لانه قيس العقوبي دابور صحيح احتج على اللقطة دا كوردو وجراء لكن ما هوش واحده بنك التراجي قبله وخرجه مع انت انت بش تكون عادل يلزم قالوا ثبت قالها قيس قال انا وكانت على نظاره جريدي مش خطر اسسمه المساعد خوك في الدار ما هوش غاديك الاقصاء من وجهة نظر متاعي كان زيت حتى شي ما يبرر شفنا حاجات اكبر وجريدي نفسه في مباريات سابقة تجاوزات من البنك كانت اكبر يمكن مباراة الدربي خلاته نفسانيا لكن انا شخصيا نرى انه الاقصام تاع قيس العقوبي كان مجاني وما عندهش ما يبرر ما نحبش يعني نهضم حق في رق قعدة تتقلق اتحاد بن جردين يحتل المرتبة متقدمة وعنده حظوظ كبيرة باش يمشي للبلايوف ربع انتصارات مدتالية الملعب القيبس يبدوره وقاعد يعمل في نتائج ايجابية مستقبل قيبس ايضا مع تراجع واضح النتائج الشبيبة والمستقبل يذي بالمرسى ممكن باجاز نبدأ معاك خالد بن سيسي اتحاد بن جردين قاعد يعطي في رسالة على معنى الاستمرار شنو معناها تجيب مدرب وتستحفظ عليه شكري الخطوة بداية في منتصف الموسم الفارت كما في وقت الماء نحكيه على محمد الكوكي في نجم المتلوي يعني المسؤول اللي يحمي المدرب بمتاعه شوف النتيجة محليها بعد صحيح اللي كنتونيتي ديما بي وعلي بانصور وقت اللي اللي كنتونيتي وقت اللي فما الروزلتات من نواحي الكل رزلتات دو تيرا وروزلتات دو جروب يعني فما نجاح فما يعني تناسق ما بين الملاعب ما بين الهيئة ما بين المدرب ناس كل ما تفهم اذي كل رموية تقول انت ابن جردين سيسي با لغرو موية فما انتليجنس بالمتاح وبالممكن جسطمون انتليجنس واثيك القوة بيانسور اذكاء في الانتدابات اذكاء باش اكثر منو اذكاء ترشيد سيخالت معناها على قد الكساء امد رجلي بالطبع من جيبش انتدابات اكبر من الحجم امتاعي وحاس مكانيات وحاس مكانيات الجامعية اي بضعبت هذا هو سيطوفيق اي مدرب رأي وجي الرئيس الجامعية يقول لاني نحب منعرش رولاندو امكانيات رئيس جامعية يحكي من الانترونير يقول لاني عندي الامكانيات هذه او شو النجم نجيبك شو النجم يعني هو مبيد والانترونير حتى تبش حط على ملاعبية يش حط فما كاتيغوري 1 وكاتيغوري 2 وحاس بلوبجكتيف منتاعي لجماعية انت عنده بجيكتيف منتاع منتاع بني جردين عنده بجيكتيف منتاع منتاع اليوم تلقى روحة بلستمراري هذا تعمل 4 بكتوار يعني هلي كلاسي 2 بالنسبة لاني رايي في المرتبة الثاني الائتوال في المرتبة الثالثة عنده ماتش روطا ضد الائتوال سيبادي يش يقول شكون قال بشتخسر المبارسيح يعني ولي الاسپري دوينك رتاو موجود في القروب يقول لك الربح يجيب الربح الامبيانس هلي تخيبول انترونير قريب لمنعبيتو تشوف يعني حتى شكون اللي عملوا في الديفيرانس تشوف حتى ضد سيابي سي يتوفيق التغييرات هي لسلعة الفارق يعني لشانجمون متاع شكر الخطو تيقى 87 بشتجلة هالف ضد سيابي سيلي يعمل سلام ولا مش نبورت كالادفرسير يعني سي انادفرسير تريدي في سيل عماني وفري يعني ربحت بصعوبة لكن مني قردير سولة قاعدة تربح وقاعدة تقنع بلوس سي امبورتان هكا نكونوا كمنا مع البطولة ولا انو بش رجعوا للبطولة باجاز خلينا نحترب وليوم الدليل متاع الحسة يلا حبيت نقول حاجة على بن جردين خطر مش مفاجر فهم استمراري متاع مدرب فهم عمل متاع مدرب نزيبنا كل واحد يعطيه حقه مدرب شكري لخطوي عمل خدمة كبيرة برشة تشوف انتي معناها لو معناها تقول مفاجأة ولا تقول شانس ولا حاجة ممكن في مباراة ولا اثنين ممكن اما هذي اربع مباراة وتعادل ممكن تعادل مع مدسفق سيرا فهم خدمة فهم بصمة متاع مدرب بش نرجع للبطولة كما قلت بعد شوية مع الشبيب الرياضي القيروانية في ملف فيه برشة تصريحات وفيه برشة حقائق وحضور سيموراد بن لكح الرئيس الجامعية الليلة بتأكيد للإجابة على مختلف تساؤليات كما كذلك المستقبل بالمرسة من خلف تساؤليات من خلف تساؤليات ليه هو بعض بش يحكي في برشة في برشة مواضيع اما هذ نمشيه توا بخلاف انه رئيس فني راب ايه توا نسمعوه بعض نمشيه توا مع السحبي بكار في هذه الاستضافة الشخصية رياضية لحقيقة تستحق منه بش نقوله فيها كلمة خير لانه الرجل اللي بش نسمعوه توا يحكي معها السحبي من رجال المال والاقتصاد اللي كانت عندهم يد بيضة على الرياضة التونسية ونتذكرهم ليه حكو انه ثم دورات تسميت باسماء معناها العالمات تجارية معروفة ثم دعم كبير للرياضيين يكفي انه نذكر البطلة العالمية احبيب الغريبي اللي كانت معناها المؤسسات التابعة لهذه الشخصية الرياضية من بين مدعمينها نمشيه اذن في حوار سيد فتحي حشيشة رئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى في حواره مع الصحبي بكر سيفات حينهني وكساعة بتجديد الثيقة في شخصك اليوم 29 أكتوبر 2016 منذ قليل تم عقل الجلسة العامة الانتخابية وتم تجديد فيك الثيقة رأي جامعة لألعاب القوى لمدة نيابية جديدة شنو يمثلك شنو تمثلك بليتو هذه الثيقة والله ثيقة كبيرة وواجب عندنا واجب وطني أنا والحاجة نعمل في الرياضة على خطر هذهك بلادنا وشبابنا وصغارنا بعد التعليم لما نيزم واحد يعطيهم يأثرهم بالرياضة اللي هما بش خليهم وليهم واطنين صالحين وهما بش يجمو يبنيوا البلاد ويجمو هما يكونوا معناها الرياضة تخليهم يجمو يكافحوا الإرهاب والفساد وكل شيء فالرياضة هي معناها تكون من الأسس من تقع تربيط صغارنا ومستقبل بلادنا أنا نفهم وصفاتي حشيش ما هوش يعمل في الرياضة من أجل السياسة أو من أجل وصول لمنصب وزير أو شيء من هذا إن شاء الله كل واحد عنده خدمته أنا خدمتي لحق أنا شركات وعمال وشغلوا في ألف ألف العباد والرياضة هذه كما قلت نأخذها كما واجب باش ربيه وصغارنا باش نحذر ومستقبلنا وإن شاء الله نعطيهم دفعة باش غدوا هم يعاوضونا في أحسن مناخ يبدأ أحنا نحذره لهم وبعدهم يبنيوا ورب يعينهم والأجيال تتعاقم في جارة بعضها وبلدنا إن شاء الله ديما بخير كيفش تقيم الساعة باختصار المدة نيابية اللي انتهت البارح والله المدة نيابية ما كنت سهلة لأن الجامعة قيناها في بعض المشاكل ما نحبش تكلم على العباد ديما نقولهم اللي جاء بارك الله وفيه في العطاء واللي ما نخلط سيعتين يكملوا لبعض وإحنا نبنيه وإحناش قاعدين ننقض في بعضنا لنكسره في بعضنا بالعكس اللي جاء بناه اللي يقدر وإحنا نتوار في الجرة يزي ما نعملو كي خلطنا احنا في جوان 2014 قينا بعض المشاكل ولخص بعض المشاكل ديون مالية بعض المشاكل في التنظيم فعملنا أول حاجة عملناها عملنا الرابطات اللي خليت تتقرب النوادي نقرب وإحنا كجامعة للنوادي الحاجة الثانية تنقص في المساريف متاحهم خطر بشري ويلعبوا في نطاق الرابطة متاحهم وإن شاء الله اللي نحبه نعملوه اللي كل ما يخرجه من الرابطة يكون على حساب الجامعة باش النادي اللي هو أساس كل الرياضة باش يكون هو عنده الامكانيات يبدأ عنده الراحة متاعه باش النجم يتعاطى الرياضة متاعه وينشط فيها ويربي صغير كما نحبه أحمد لو كانت تحدثنا سيفتحي على البرنامج متاع المدة الانتخابية جديدة انت يلاقي من انتخابك اليوم البرنامج ونقول برنامج أربع سنة جايين هما نوادي ونوادي ونوادي معانا اليوم رياضة ما تقدم إلا ما يكون عندها نوادي قواه كما نشوفه كرة القدم اللي هي ولات معناها عندها معناها عادات كبيرة كيف يلزم معناها كيفاش احنا نوادي في كرة القدم ساعة أكبر من الجامعة فيلزم في زادة لعاب القواه وفي مهما الرياضة في الهون ذاك العام المهدية كانت أكبر يعني معروفة أكثر حتى من الجامعة ممكن اليوم ما يزمن نبنيه هذو كل الانوادي هما اللي قاعدين يواجهوا في الميدان هما اللي يجيبوا في الصغار ويستقبوا في الصغار هما يصنعوا أبطال فاحنا نكونوا على ذمتهم ونخدموهم وذلك هو البرنامج العام للربع سنة اللي جي إن شاء الله حبيب الغريبي وما أدراك من حبيب الغريبي البطل اللي شرف في تونس في عديد المناسبات الخيبة الأخرانية في ريول برازيل يتردل اللي شكلت صدمة لصفاتي حشيش والله هو الصدمة الواحد ممكن في وقتها تكون صدمة ولكن بعد تشوف انت كيفش تطلح كيفش تبني لأن الواحد عمره ما يهبط يديه حبيبة عديت عام 2015 و2015 صعب برشا صحيا وحتى معنويا لأن حبيبة اكتشفت روحها بطلة معناها شعبيا تونس كله اللي يدخل هذية معناها موقع مش سهل مش سهل فهي عندها هذية اللي يجمها واجهته والعباد ونظرة العباد وكلام العباد ولهوة العباد والحاجة الثانية تعدلها عام ونص صعب ياسر معنا عملت عملية على زو الساقيها ضربت برشا مرات فكي وقتها خلطت الريو ما كانتش في أحسن الظروف معناها المؤكد خلاف اللي ما يتردد اللي سيفتح الشيشة بش يواصل دعم واحتضان البطلة حبيبة الغريبي إن شاء الله حبيبة ديما هذيك بطلة تونسية وهي تكون قدوة للشباب الكل ورنا احنا اليوم في المكتب الجديد معنا سيمو حمد القمودي في العالم الناس يارفوا سيمو حمد القمودي فهذوما نجوم عمرهم يتفاو وحبيبة ما زالت كيشعلت وما زالت ما زالت تعطي وما زالت مش تعطي للصغار وبعد ما تكون هي بطلة على المضمار مش تولي بطلة في الكسوة في بلادنا مع النوادي ومع المنتخبات ولا مع الشباب الصغار اللي طالعين وزادة إن شاء الله تكون بطلة كيما هي توا في الاتحاد العالمي لالعاب القواء تكون تمثل تونس كيما توا اللي جات مدت لها الميدالية متاحها نوال المتوكل اللي هي كلنا نفتخروا به إن شاء الله زادة حبيبة غدوة تكون في موقع نوال خلطت معناها نايبة رئيس السيو فإن شاء الله حبيبة نهاريخر تاخذ البقعة هذيك وتمثل تونس أحسن تمثيل بعد خيبة حبيبة الغريبي أنا شخصية نجمعني حوارة مع السيد مهر بن ذيا ووقتها وزير الشباب والرياضة في أيام والاخرى قل لي نورمال ما أحنا لوموا الجامعات ويقصد جماعة تلعب القوية في شخصك أنت علاش علاش أنت كنت متأكد حبيبة عندها إصابات ومايش في كامل جاهزية متاحها أعفيتها من المشاركة مثلا مثلا والله المشاركة نعمله في الرياضة مش في السياسة ولا منا الرياضة ديما الواحد يعطي ما عنده أحبيبة كانت تجم تجي ثانية ولا ثالثة عليش ثالثة عالميا مش شوية مش شوية معناها ديما عندها حضوظها وتوفرة وحتى توا ليلة ولا ليلتين قبل النصف النهائي كانت في فورما كبير وكانت تستنى هي بش تعمل تسعة دقائق ولا تسعة دقائق ووحد كنا عبيت كنا دم و الحم فما ظروف اللي جاوها حتى هي شخصية يعني اللي سارولها كامراء وانا اللي خلاوها تابت معتاش أداك ما يلزم وذيك الحقيقة ترى لو أحد بطل يلزم اللحظة الصحيحة والفترة الصحيحة والجهد الصحية بش خرج بطل عالميا وقت كملت حبيبة الريوسي فتحي أول كلمة هزي التاليفون ش قلت لها والله هي خيبتها أكبر من خيبتنا نحن الكل وهي ما زلت عندها في سقيها وما زلت تعطي لتونس وزلت تحب تونس وتحب الرياضة وتحب الرياضيين حبيبة كل عام تقول لي في فتحي أنا نجم نجيب لك برشح ببيت موجودين في تونس يزم تلهاو ونشوفو وندور عليهم وأنا على ذمدكم باش نكون نكتشفوا معاكم هذوم هالنجوم إن شاء الله للقادمين فأول ما قلت لها قلت لها ما صار شيء قال له غالب طوى هذا يكون معناها ما يدفعنا باش نخدموا أكثر ونصلحوا أكثر ونعطيوا أكثر ودني هذيك هيا ما جمس نيقفو كيفيش تحكم على فشل أسامة الملولي زي دا والله ما نعرفش كانوا فشل أسامة ما بينه هو ولولاني يظل فهمة سبعة وثمانية ثواني معناها كان نجم يكون هو من الولانين مع الأسف معناها صاروا بعض التزحهم كبير كان نجم يتعدأ ولكن أنا ما نقولش فشل هذوم الناس رياضيين وأبطال أعطاو كل ما عندهم في قلبه كل شيء فالتجم تكون اللحظة مع تونس في تونس مع الأسف معناها زوز أبطال كبار ما جابوش النتيجة نتظروا فيها ولكن كانوا ينجموا على ثمانية ولا تسعة ثواني وسامة كان يجم كله في العالم سيفتحي تقييمك للوضع الرياضي العام في تونس بعيدا على جميع تعالى بالقواء وخاصة تقييمك لوضع كورة القدم التونسية في السنوات الأخيرة والله كورة القدم كنت نحكي مع أولاد الألعاب القواء ونقول لهم كورة القدم صحيحة قد تاخد تقريب 80% من كل يسخروا الأموال والوسائل يعطيوها للرياضة وهذه عدد كبير برشة والخاصة نعرفه في المستقبل وفي الماضي زادة معناها سعيب برشة باش تونس تبرز في الرياضة هذي في كورة القدم معناها تولي كأس العالم ولا كيمة توا أحبيبها نمر واحد نمر اثنين في العالم سعيب ولكن كورة القدم هو نجاح أحنا كنشوف توا مباراة كورة القدم في تونس مهما في مهما بقعة في مهما مستوى في مهما معناها دي الكاتيجوري معناها رياضة محترفة كل شيء مقنن كيتبشي تتفرج على حتى معناها في رقم مش كبار برشة تلقى جو تلقى نظام اللي هو ينال احترام لعبات وأنا قلتولهم رياضة تقرأ وبالخصة لعب القوة يلزم كل من نظموه نأخذوا على منوال كورة القدم لك فيما كلم على فساد على تجاوزات على خراب كورة القدم التونسية حسب ما يتردد شنو وراي كنتي سيفدها هم يجمش يكون خراب أكثر من الففا اللي سارلها مانا هي الجامعة العالمية ففي كل بقعة وينفما شعبية وينفما فلوس وينفما لازم تلقى الناس اللي هما يحبوا ولا يحبوا يغامروا ولا يحبوا يخلطوا من ايام بحويج اللي هما غير قانونية ولا يستعملوا العباد ولا هذا شيء موجود في العالم مجمع وهذا يلزم القضاء ويلزم الوزارة ويلزم الناس ويلزم الناس الكل يكونوا فيقين بالشيء وحتى حد ما يجم يهرب من القضاء ولا يجم يهرب من القوانين اللي هما يجم تبقوهم معناه نفهم من كلمك هذا ميساج يلزم يلزم اصلاحات جذرية يلزم متابعة دقيقة باش ننظفوا الرياضة انتعنا هذا هي شيء يلزم وأول حاجة كما قلت لك كورت قدم لأنها هي أكبر رياضة وأغنى رياضة كورت قدم معناها مئة المليارات مئة الملايين دينارات اللي هما ما بني ديها كيتشوف احنا لتليتيزم أنا كيتعجن لتليتيزم كل ما تقاش فيه حتى ثلاثة أربع مليار دوات في العام كورت قدم مليعب يطلع من ثلاثة مليار دوات اكزاكت فهمني معناها دونك وهذا شيء عادي ويظهر لي توا كل المسؤولين سواء في الحكومة ولا في الجامعة في جامعة كورت قدم صاهرين باش يكون معناها الأمور تكون قانونية وكل شيء معناها يصير كما يلزم يصير واضح بش نخرجوا من تونس نزيلوا زوز أسهلة مش نقول لك سوئلوا ليني شكونوا فريقك المفضل خارج تونس فريقتها شنون كورت قدم والله منيش مغروم بكورت قدم في تونس شكونوا فريقك المفضل ما تقول ليش المنتقب الوطني أكيد تعبل المنتقب الوطني والله أنا تعرفوني من صفيقس ونقول لهم أنا مع الربح مش معناها اللي يلعب بالقدان اللي يحترم المنافسة بتاعه والأكثر واحد هو اللي يغذي الفريق الوطني بأبطال وملعبين كبار سيفات حي ملعبين كبار سيفات حي مش نعطيك مجموعة من الأسماء ومنظبية تجاوبني باختصار في كلمة كنقول لك الوزيرة مجدولين الشارني ايشنا هو تقول لي والله الكلنا مجدولين نقدروها نحبوها ووقفين معاها ونحبوها تنجح وأنا متأكد اللي مشي تنجح الوزير السابق مهر بن ذياء والله سيمير بن ذياء شخص مني لكل احترام راجل طيب خدام الوزير الأسبق طارق ذياء اي اي ايش تقول لي طارق بطل بطل عالم يعني دينا الوزير محرز بوسيان رئيس اللجنة الوطنية الولمبية ايش تقول لي والله محرز طعف انه النايب الاول نتعو النايب رئيس الاول في اللجنة الولمبية محرز خدام واللي عملوا خدمة كبيرة سعلي اللي بنذرتي انت تحكيلي على كبارات البلاية الكل هم الباعي والاخير منه سعلي اللي قاعد يعمل فيه الكورتسلة خدمة كبيرة برشا ومعنى يوصل لل نتائج مشرفة جدا يخدم قلبه راجل جدي اسكندر حشيشا والله اسكندر معنى بارك الله عليه ناجح في كل شي حبيبة الغريبي في كلمة حبيبة ان شاء الله مستقبلها قدامها ما زالت تعطي تعطي البلاية وسامن ملودي راجل طير وراجل لفكي وراجل حب بلايته وديع الجاري رئيس الجامعة التونسية لكل القدم شكول عليها والله هو ديع بيش يخلط المنصب اللي هو فيه وفي الرياضة اللي هو فيه يعني أصعب منصب وأصعب رياضة مش سهل فالواحد زادة كيف كيف كي خلطت المستوى هدايا ما جا ممكن يحترمه شكرا لسي فتحي وبرك الله فيك وبرك الله فيك عايز كان هذا إذن حوار فسفاس مع سيد فتحي حشيشة رئيس الجامعة التونسية لألعاب القوية قبل ما نخرج فصل إشاري أستاذ كيماب بالخليل عندك تعليق على الحوار هذا والله تعليق مش على الحوار هذا على الشخصية أنا نعرفه عن قرب وكان لي شرف أني تعرفت عليه وقربت منه بالحق كما قال صاحبي كان جاء عنا ثلاثة أشخاص منه هو في الرياضة التونسية قلت له قلت له ما صابق جيت أنت المشرف الأول على كرة القدم اللي أنا نحب ولا نكر وهي اللعبة الأول فتحي حشيشة ارتقاء برياضة الرجبي نعطيك هو ما يحبش الكلام هذا كان يسمع ونعرفه بيش تغش علي أمانا بش نقوله لأنه كلمة حق جامعة الرجبي فتحي حشيشة من فلوسه ومن ماله الخاص رفع لها مليارات دار الرجبي اللي طول كلنا نعرفوها شراها للرجبي من ماله الخاص إنسان قاعد يلنفستي في السبور بلاش حسابات كي ما قلت أنت أخلاقه الكبيرة شفتوه شنو أقال على الوزير السابق طارق ذياب شكره وما القرألي طارق ذياب أساء إساءة كبيرة برشا فتحي حشيشة 2011 وقت للدنيا ما زال داخل أبعادها وبعض الانتخابات وقت يطلع طارق ذياب لسدة الوزارة القام يلف مزال مجهز يبدو أنه زغر طوله في وذنه افتح بحث في الجامعة الرجبي لكنه انتهى بالاعتذار من الرجل هذية بعد معرفة تضحية الجسام اللي شفتوه وش قال عليه معدنه كبير برشا وإن شاء الله رياضة تونسية تواصل احتضان الرجل هذا خطر هو قاعد يعطي للرياضة مش العكس الصحبي قال له السياسة أبعد ما يكون أبعد ما يكون على السياسة وهذا هو المطلوب استقطاب الكفاءات اللي يكي منهاك لتحقيق الإضافة لرياضة تونسية نخرج فاصل إشهاري ثم نحل ملف الشبيب الرياضية القيروانية